نستقبل ضيف عزيز جداً صديق قديم ورائع جداً ألا وهو كاتبنا الصحفي الدكتور محمد فتحي مدرس الإعلام بجامعة حلوان وله في هذا قصة رائعة أدعوكم لقرأتها في مقاله الأخير على اعلام.org كيف حالك يا دكتور؟ يا أهلاً يا أهلاً عامل ايه؟ وحشني ايه الأخبار؟ عمد الله على السلامة والله زمان والله والله زمان ملتقناش على هو من حبها كتير وآخر مرة تقابلنا كنا في شرم الشيخ صحيح آه والله لكن برضو كانوا يومين حلوين جداً وكانوا يومين مهمين جداً خليني النهاردة هبدأ معك حوارنا من المنطلق بتاع احنا النهاردة عندنا 8 سنين مرضو على يوم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية ومن هذا المنطلق هناك الكثير من الأمور حصلت كتير جداً في مصر بنعتقد أنهما إنجازات حقيقية على مختلف الأصعاد ومن ضمنها على صعيد خاص ليس منفصل هو خلينا نقول إيه ملف الطفل أو ملف تتقيف الطفل لكن هبدأ الأول بالشكل العام 8 سنين يشوفهم محمد فتحي إزاي 8 سنين أشوفهم إزاي طب ده مدخل حلو أول إن أنا كنت أصدقاءنا العزاء في الإعداد قلت لهم إن فيه صورة كده حبيبها إن هي تبقى موجودة معنا لصورة لشاب اسمه أحمد شوقي لو هي معنا أول ما تنزل حكملك الكلام لكن إذا كنا بنتكلم عن 8 سنين أنا شخصياً سعيد بيهم جداً لأن عارف أنت فكرة من الظلمات إلى النور هي فعلاً فكرة من الظلمات إلى النور لأن 8 سنين دولة 8 سنين حدثت فيهم أشياء وجرت مياههم في النهر زي ما بيقولوا المياه اللي جرت في النهر دي جرت في عدة أمور واحد التنمية الشاملة اللي بتحصل في مختلف المجالات والتي لا ينسى من خلالها أبداً المواطن المصري البسيط الذي كان تحت خط الفقر تحت خط الفقر اتنين إن أنا أعيد مرة تانية وأنا هنا أنا مش بتكلم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحده وإنما أتحدث عن أنا الشعب المصري الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن يرى نفسه بشكل جديد إن أنت يرجع لك ثقتك بنفسك تاني فبعد فترة كنت حاسس إن مصر كانت تراجعت بشكل أو بآخر تجد نفسك يعني تندفع إلى الأمام وكل اللي أنت رجعت وره في سنتين ثلاثة قبلها بتقفزه قفزات كبيرة بفواتير الفواتير دي ممكن تكون تعب ممكن تكون إرهاب ممكن تكون مشروعات قومية عملاقة كان لازم إنها تحصل لو لم تحدث كانت ستبقى فيه مشكلة كبيرة جدا يا أستاذ يوسف ثمان سنين أنا بقول لسيادة الرئيس يعني كل سنة وانت طيب وكل سنة وإحنا طيبين بهذه ثماني سنوات اللي باعتبرها جزء من مشروع كبير بتتضح ملامحه يوم بعد يوم هذا المشروع فيه محركات والمحركات ديت بتستند على الشعب المصري نفسه اللي هو الرئيس في جميع خطاباته وجميع نداءاته للشعب المصري بيقول إحنا لازم نبقى كده ولازم نبقى مع بعض وطول ما إحنا إيد واحدة إحنا هنعرف نكمل فكرة إني أرجع إيد واحدة بعد الثمان سنين ديت وبعد أما يبقى فيه حوار سياسي دعا إليه أصلا وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي دي فكرة تجعلنا متفائلين بأن الثمان سنين القادمين بقى إن شاء الله يبقوا ثمان سنين كمان عظمة على العظمة كده زي ما بيقول أكلمك في ملفات التنمية ولا أكلمك في مشروعات قومية عملاقة ولا أكلمك في التعليم وأنا من الناس المتفائلين جدا بجودة التعليم ومستوى التعليم آه في بعض الناس ممكن يبقى ليها مآخذ ولديهم كل الحق ولكن أنا واحد من المتفائلين بجودة التعليم المصري وبأن إحنا روحنا في منطقة جديدة أنا من المشجعين والمعجبين جدا بالدور الإداري للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير شطر جدا 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 وإلا فانت فسر لي المبادرات اللي نشأت عن وزارة الصحة المبادرات الرئاسية مبادرة 100 مليون صحة مبادرة الصحة لصحة الأم والطفل مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مبادرة قوائم الانتظار كل الملفات دي كانت ملفات كده تقدر تقول متجلطة في الجسد الدولة المصرية ما فيش حد عارف يخش ويفك كده ويدي الموذيبات بتاعت الجلطة عشان نعرف أن احنا نروح للمرحلة اللي بعد كده فإذا بهذا المدير الشاطر هذا الرئيس المحترم بيدفعنا دفعا إلى الأمام أن نفتح كل هذه الملفات وبمشرة الجراح كده يقول لا والله يا جماعة الدماء ستعود إلى أن تسير مرة أخرى في شرايينها كل ما تحقق في ملف الصحة اللي هو بالمناسبة لسه هناك أكثر وأنا يعجبني دائما في كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه دايما يقول أنتوا فاكرين أننا خلصنا أنتوا فاكرين أنه خلاص كده الموضوع لسه فيه أكثر ما عملش واحد على مليون من اللي نفسه فيه شكل الدولة الطرق اللي أنا وأنت أحيانا كنا زمان مثلا ممكن نتريق عليها نقول يا عم كباري و يا عم الحكاية يا لما البلد هتبقى كباري لكن الحقيقة أننا وأنت برضو وناس كثيرين جدا من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يا أستاذ يوسف هم معجبين بفكرة جودة الطرق اللي ماشيين عليها النقطة دي مهمة أو يا فتح مش بس نقطة الطرق الكباري نقطة اللي هو أنا وأنت كنا نقول أنا مرة كنت بتكلم على الهواء قلت أنا واحد من الناس اللي كنت شديد السعادة جدا بإنه لازم أن نساهم في الدعوة إنه يا فند مسات المشتير أرجوك اترشح للرئاسة وترشح بالفعل الرئيس وكنا متفقلين وسعاداء جدا وفرحنا وأنا حتى قلت أنا جيت في فترة صورني بعض الشك وقلت الله وإلي بيحصل مش ده أصل فصل وحتى أنا قلت قلت إحنا كمان عادتنا الناس الماركسين دول بمقى شايفين أن إحنا إيه أن إحنا دايما جايبين الدب من ديله ففجأت بإنه نحن لم نأتي بأي زيول لأي دقاب على الإطلاق وإنما فاق الرئيس فيما فعله كل توقعاتنا إحنا وهو ده بقى اللي أكلمك فيه إنه حتى عندما صورتنا بعض الشكوك لقينا إنه لا على الإطلاق عودوا مرة تانية إلى اليقين بسبب الواقع اللي إحنا بدأنا نشوفه قدامنا أنا هفكرك بقناة السويس الجديدة اللي هو البعض قال وقتها أن ليه وإزاي في علوم الإدارة وعلوم القيادة في حاجة كده بيسموها الكويك وينز اللي هو الانتصارات السريعة قناة السويس الجديدة كانت انتصار من الانتصارات السريعة اللي كان يجب أن ينتصرها الشعب المصري بأنه يعيد ثقته بنفسه أنه قادر على إنجاز مشروع قوم عملاق وأن الناس تقدر أنه يتموله فأنت الـ 65 مليار اللي تلموا ساعتها في أسبوع كانوا إذن بأن نقول أن البلد دي تقدر أنه يتشارك وكل واحد فينا يشارك فهذا الشك الذي يساورنا أو قد يساورنا أو كان يساورنا هو في الحقيقة يعني في الحقيقة يعني عشان نبقى منصفين هو من حقنا ومن حق كل الناس ليه؟ لأن أنت يجب أن تتاح أمامك كل المعلومات إنما أما بتلاقي الإنجاز بيحصل فعلا وما بتلاقي أن الفلسفة يا فكرة أن أنا مش هتكلم قبل لكن هتكلم بعد وأن أنا أفجأة أفجأك بأن فيه مشروع اسمه الأمل وفيه مشروع المليون ونصف كيلو متر فداء المليون وخلسية ألف فداء لمستقبل مصر بالضبط كده وأن أنت الله يا جماعة دي الحاجات اللي بتحصل دي حصلت إمتى وحصلت إزاي؟ فده في حد ذاته فلسفة جديدة للدولة المصرية بتتبعها لم تكن لتتبعها إلا من خلال رئيس يعني يدير هذا البلد بطريقة مختلفة عن كل ما اعتدناه من قبل حتى في فكرة أن ندفع عشان يبقى فيه حاجات كويسة وعشان تحافظ عليها أنا لسه راجع من معرض أبو ظبي للكتاب وبعدين وأنا ماشي في الطريق كده صديقي دكتور شريف عرفة وهو واحد من الكتاب المتخصصين في علم النفس الإيجابي فجأة قال لي كده عشرين درهم فأنا مش فاهم وكده عشر درهم فبقول له فيه قال لي أصلحنا هنا فيه الكرتة إلكترونية وانت ماشي كده هاي بتحط استيكر على العربية بالضبط كده وانت ماشي بيروح لقطك عشان يبقى انت عديد مسافة معينة من الطريق بتدفع مقابلة فالفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي بتروح في صالح تحسين وجودة الطرق في أبو ظبي وفي الإمارات حد حيقول بقى يعني أنا التفكير القاصر يقول لك هي الإمارات نقصة فلوس هي مع حالدون يا جماعة مثلا إنما في واقع الأمر هكذا تدار الدول اللي هي فكرة إيه؟ فكرة أن هناك دور للدولة بتقوم به عند تقديم الخدمات واناك دور للمواطن عند الاستفادة من بعض الخدمات بشرط أن تكون هناك الخدمات متاحة للجميع أنت عندك الطرق هنا فيه طرق بدون كارتة وبدون أي حاجة وهي الأساس وهي الغالب والغالبية العظمة وعندك استثناءات صغيرة أن أنت تمشي الطريق اللي احنا كنا بنغضو من أكتوبر ده عشان تروح مصر الجديدة ده أنت يعني تشد الرحل وشانت تسنده وتشاته وتسيب وسيتك يعني وتسيب وسيتك وتنزل وتودع عيالك وكده دلوقتي أنت في نص ساعة خلاص مصر الجديدة بالمحور بتاع رود الفرج ثم تحية مصر ده الشكل الجديد بتاع الموضوع ما عرفش أصدقائنا يعني حضروا لنا صورة أحمد شوقي ولا لأ ولكن أنا هحكي لك حكاية أحمد شوقي بنغوك بدون ما تشوف صورة وله لذي إيقى عشان بعمل بيقولي يلا أم سي أرها نختم ينفع أقولك حدودة أحمد شوقي بطريقتين واحد أحمد شوقي هذا الإرهابي الذي موجود في سيناء وقام بعمليات إرهابية والقصة الثانية هي قصة أحمد شوقي ابن الأصمارات الذي أتى للأصمارات ثم أصبح طبيبا بسبب أنه اهتمت بالدولة المصرية طيب ده ما تخل أكتر من رائع كنت أحب أن احنا نكمل فيه أنا إقبل اعتذاري أنت عارف يقولك الهوى ومقلبه زي ما إحنا كنا بنتكلم لسه قبل ما نبدأ الفقرة الفقرة فللأسف بس هو الوقت يخلص معنا النهاردة إلا إنه لأنه أنا اللي زنيت على محمد علشان خاطر صحبي بقى علشان خاطر نتقابل النهاردة ضروري وكننا عايزين نتكلم في مشروع كبير جدا متعلق بالطفل في مصر ولديه رؤية حقيقية حول هذا الموضوع أنا أستأذنك أنك تقبل دعوتنا مرة تانية زي ما تقبل اعتذاري على راس العفو ربنا يخليك معلش بقى الواحد لي عشم مبروك على الأمر الله يخليك يا أمر ربنا يخليك يا ربنا محمد ألف شكرا لك وأستأذنك في أن احنا هنختم الحلقة زي ما بستأذن المشاهدين معلش إحنا برضو بنعتذر لكم لأن احنا مخدناش وقتنا الكافي مع الدكتور محمد فاتحي على وعد قريب جدا أوي خالص يكون موجود معانا ونتكلم باستفادة عايزين نتكلم على شاوقي اللي حكى عليه حدوتة طويلة ونتكلم على الطفل المصري في حدوتة أكثر طولا أكثر عمقا أكثر إسهابا وتفصيلا